بسم الله الرحمن الرحيم أروى أمان علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وفعها ووضع الميزان ألا تتغو في الميزان وأقيم الوزن بالقصط ولا تخصغ الميزان والأرض ودعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العص والغيحان فبأي آلاء غبكما تكذبان خلق الإنسان من سلصال كالفخار وخلق الجنم من مارج من النار فبأي آلاء غبكما تكذبان وبأي آلاء غبكما تكذبان موج البحوين يلتقيان بينهما بغزخوا لا يبغيان فبأي آلاء غبكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمغجان فبأي آلاء غبكما تكذبان وله الجوار المنشاة في البحر كالأعلام فبأي آلاء غبكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه غبكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم منه وفي شعر فبأي آلاء غبكما تكذبان سنفرغ لكم أيها السقلان فبأي آلاء غبكما تكذبان يا معش والجن والإنس إن استطعتم أن تنفزوا من أقطار من أقطار السماوات والأرض فانفزوا لا تنفزون إلا بسلطان فبأي آلاء غبكما تكذبان يرسل عليكما شغاز من نار ونحاس فلا تنتصغان فبأي آلاء غبكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وغتة كاتهان فبأي آلاء غبكما تكذبان فيوم إذ الله يسأل عرضا به إنس ولا جان فبأي آلاء غبكما تكذبان يعغف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنغاصي والأقدام فبأي آلاء غبكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يقوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء غبكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء غبكما تكذبان زغوة أفنان فبأي آلاء غبكما تكذبان فيه ما عينا لتجريان فبأي آلاء غبكما تكذبان فيه ما من كل فاكغة زوجان فبأي آلاء غبكما تكذبان متكئين على فرش بطاء نغام استبوق وجن الجنتين دان فبأي آلاء غبكما تكذبان فبأي آلاء غبكما تكذبان فبأي آلاء غبكما تكذبان كأنهن الياقوت والمغجان فبأي آلاء غبكما تكذبان فبأي آلاء غبكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء غبكما تكذبان مدهمتان مدهمتان فبأي آلاء غبكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء غبكما تكذبان فبأي آلاء غبكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء غبكما تكذبان 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 تبأقي اسم غبكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم أروا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسفان والنجم والشجر يسجدان والسماء وفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخصب الميزان والأرض ودعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذل عصر ويحام فبأي آلاء وابكما تكذبان من خلق الإنسان من صلصال فبأي آلاء وابكما تكذبان وابه المشرقين وابه المغربين فبأي آلاء وابكما تكذبان من خلق الإنسان من خلق الإنسان من خلق الإنسان من صلصال والمغربين فبأي آلاء وابكما تكذبان وَلَهُ الْجَوَارِ مُشَآتُ فِي الْبَحْرِكَ الْأَعْلَامِ فبأي آلاء وابكما تكذبان كُلُّ مَنْ عَلِهَا فَانَ وَيَبْقَى وَجْهُهُ عَبِكَ كَالْجَلَالِ وَالْإِكْوَارِ وَمَنُّ عَمِّرُهُ نُنَاكِسُهُ فِي الْخَلْرِ أَفَلَا يَعْعِلُهُ وَمَا عِلَّهُ اللَّهُ الشِّعِرَ وَمَا يَبْغِينَهُ إِنْهُ وَإِلَّا ذِكْرُ وَقُرْآنُ مُتِينَ يُنْذِرَ مَا فَكَانَ حَيًّا وَيَرْقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَغَوْا أَنَّا خَلَقُنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ عِيْدِينَا وَأَنُعَاسُ بَنْفَهُمْ لَهَا مَعْلِدِونَ وَزَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْ غَارُكُمْ وَمِنْهَا يَحْقُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشْعَرِبُ أَفِلَا يَشْكُرُونَ وَأَتَخَذُوا مِنْتُونِ لِلَّهِ آلِكَ تَلَّ عَلَّهُمْ يُوصَرُونَ لا يستطيعون نصرهم وإن لهم جوند من ضرور فلا يحسن كقولهم إنا نعلم ما يسرقون وما يعلنون أَوَلَمْ يَوَلْءِهُ عِنْسَارُ أَنَّا خَلَبُنَاهُ مِنْ نُطُفَاتِهُ فَإِلَا فَإِلَاهُ وَحِينَ